أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم وأسأل الله أن تكونوا في أفضل حال وأوفر صحة وأن يوفقكم إلى عمل الخير طالما كان هناك في العمر بقيا فنتوكع الله ونبتدئ سلسلة من المحاضرات الفيسيولوجي للصالح الأطفال من مرضى السرطان وأشكركم على مشاعركم الرقيقة التي أبدتوها في المساهمة في هذا العمل فالنهاردة بإذن الله هنقول المحاضرة الثانية في الفاسكولر وهي خاصة بالأرتيريا البلد بريشر وهنقول أولاد جزء نظري وجزء عملي هتقولين ليه بيقول عملي المراضي؟ لأن من أكتر حاجات اللي هي بتتسقلوا فيها أو بتمتحنوا فيها هي الارتير باك بريشر أحب تعرفوا كل حاجة عنه ده من أهم المواضيع في الفاسكولر عملي والشافوي وكل شيء كما أن أحب أقول لكم معلومة أنه من 18 ل 36% من الناس في عالمنا هذا عندهم هايبرتينج ومعظمهم أو بالضبط إذا عاوز يعني في البلاد العالم الأول نصهم ما يعرفوش أنه عندهم هايبرتينج عشان كده بيسموه السايلاند كيلر الواحد لا يدري بيش إلا لو كان فري هاي فده موضوع مهم جدا 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 في الطب قلت 16 ل 36% من الناس مصابين به 18 مئة من الناس اللي بيموتوا في العالم بيموتوا بسبب الهايبرتينج فهنتهكع الله ونبتدئ المحاضرة الثانية في الباسكولر الباسكولر سيستيم لكشور تو وكعادتنا أولاد بنحب نبتدي بالمالتبال شويس وانتو عارفين المالتبال شويس ده حاجة يعني قلت جزء أصيل في الشغل بتاعنا حب نشتغل نقول المالتبال شويس عشان خاطر نتأكد ان انت تابعت معنا المحاضرة الماضية فهي هتقول دلوقتي المالتبال شويس يلا أنا نزلتلك اللي منحان قابليها بلقائق وأتمنى تبقوا أولاد تحولوا تحلوه وأتمنى تبقوا أولاد تحولوا تحلوه كعادتنا تبقوا لنا تبقوا لنا تبقوا لنا اختار واحدة من الأربعة هل هم نرى أظن ده الإجابة الصحيحة الـ الـ الكمبيلرز الكباسيتانز فيسل هما الفينز الدرينيج فيسل هما الليمفاتيك فالإجابة الصحيحة ايه؟ السؤال الثاني صعب شوية ولكن عاوز نفكر فيه مع بعض بيقول لنا فيسل بي عنده الدبل اللينث ودبل الرادياس تاع فيسل ايه؟ ففيسل بي مقارنة بايه؟ هل عنده ده سيم رزيستانز ايه؟ لا تعا نحسب ليه؟ هنا Klang يبقى عنده ضعف اللينث يبقى عنده ضعف كبها من يا الرادياس ولكن عنده ضعف وديتنادي العمل الأهم لانه par 4 ومن يبقى للمح Lar路ive وهو عنده testosterone اقل 2 etti 2 two 2 egy 16 مرة من حيث اللينث مرتين، طبعا على غرب الرادياس, يبقى بي اقل من كيف تمام مرتين؟ يكون صحيح الصحيح دا هو صحيح والعكس هنا مكتوء بالعكس طبعا غلط فهو بيئ لو أقل منطقة النظر الصحيحة نبت عن الأمر مدى خلال المدى الأقل صحيح تيربلان فلو هالساون صحيح ان كابلاريز البلاد فلو ايضا صحيح لان عشان يدي تايم فور اتشينج كنا بنقول نص مليمتر بالتاني يبقى اولو فى اباب اللي جابه الصحيحة دي طيب نيجي السؤال الرابط Providing the mean arterial blood pressure 120 مليمتر مارول الريت اترال pressure zero الريت اهل mediطره 6 لترات المنيتر دي باستحص مليمتر سوية لو كنت تفاكر pressure gradient p1- p2 مقص صف بمية وعشرين على الهول وهو كارديا اوهلو 6 مية وعشرين مليمتر ماركري لكل لتر كل منيتر وعليه الاجابة الصحيحة ستبقى به base النيجي السؤال او الحصيح هال الـ compliance تبقى high at high pressure وLow at low pressure? غرض؟ بالعكس هي بتبقى high at low pressure ولو at high pressure يبقى الاتنين دول غلط هال الـ arteries are more compliant than veins لا الـ veins 24x مور compliant than arteries طيب هال الـ delayed compliance depends على the viscoelastic properties of smooth muscles طبع قلنا مالهاش دعا بالكونتراك طيب الإجابة الصحيحة D يا أولاد وعلي السؤال الأول إجابة الصحيحة A for Alpha الثاني هيبقى الإجابة الصحيحة B for Baby الثالث D for Daddy الرابع هتبقى B for Baby والخامس D for Daddy دي كانت جاعداتنا المتحان وأنا بحاول أننا صحيح بنعمل بث وما فيش طلاقي فيزيكالي ما بيننا لكن بحاول تبقى الفايدة كأن محاضرة بالزبط بديها في نورت أمريكا بنبتديها أول عشر دقائق بالمالتبلتشويس على المحاضرة السابقة وأنا أتصور يعني Audiovisual فأنت نتابع كويس فأنا بحل الأسئلة مفضلون طيب فأنا أبتدأ موضوع مهم جدا وهو موضوع الأرتيرياء والأسئلة وقلت واحد من أهم المواضيع في الطب يا أولاد لماذا؟ 18% من الناس عندهم هايبرتنشن نصهم لا يعلمون ده في البلاد الأكثر تقدما في بلادنا عدد كبير منهم مش حاسسنا عندهم هايبرتنشن لأنه مالوش سامتومس غير لما يبقى عالي قوي طيب وقلنا 18 مئة من الوفيات في العالم بسبب الهايبرتنشن طيب تعال نشوف بقى مع بعض نقاط هنتكلم عليه أحب النقاط الأول نقول الأيتمز اللي هنتكلم عليه فيه هنتكلم يا أولاد عن المنزل وهنتكلم على المنزل نمرة ثلاثة وهنتكلم على الفيسيراجيكال نمرة أربعة وهنتكلم على نمرة خمسة والنمرة ستة هنتكلم على مرة من أهم الأمراض وهو الهايبرتنشن أو الهايبرتنشن اللي خلى هذا الموضوع مهم جدا تعالى مهم يا أولاد؟ طبعاً ماتخافوش مش هنعمل الست نقاط في محاضرة واحدة لأن من الأطول الموضيع هو الارتيريال بلد بريشا. أعتقد أن هنأخذها في محاضرتين. فنبتدي بالنقطة الأولى وهي الديفينز. عندي خمس تعريفات. يعني فاكر في الكاردك أوتوت كنا قلنا عندنا تعريفات مهمة جدا. هنا برضو التعريفات دي مهمة جدا. خمس تعريفات مهمة خالص. أول تعريف ما هو تعريف الارتيريال بلد بريشا. طبعا أنا بحب أقولها بطريقة طريفة. لما يسألك الممتحن ما هو تعريف الارتيريال بلد بريشا. عارف في مثل عندنا يقولك من دقن وفتله. يعني خذ من كلامه وديله. هو قال الدفينيش. هو قاله دون أن يجري. هو قالها من الشمال الليمين. حضرتك قولها من الليمين للشمال. يبقى تقوله هو البرشا. أول دفينيش. حتى أنا خذت لك الحروب بنفس الألوان. حتى أنا خذت لك الحروب بنفس الألوان. ثاني تعريف. أي تعريف السيستوليك بلد بريشا. يبقى السيستوليك بلد بريشا. هو البرشا في أثناء السيستول. وده بيبقى أعلى ما يمكن. يبقى هو البرشا في أثناء السيستول. البرشا في أثناء السيستول. واللي هو نورمالي مئة وعشرين. كلنا خفزين ولكن في رينج يا أولاد. كما نرى في الفيسيولوجيكال. من تسعين لمئة وعبعين. مليمتر ماركو. أظن أنتم تروني. إيه تعريف السيستوليك بلد بريشا. يبقى العكس يكتل دا مانيمال بريشا دورين دا سيستول. يبقى السيستوليك دا مانيمال دورين دا سيستول. والله عارفينه بيبقى تمانين حتى كل الناس حفظها. العالي مئة وعشرين. ويقوله عليه اللي هو السيستوليك ويقوله على دا سيستوليك الواطي تمانين. اللي هو الرينج بتاعه من ستين إلى تسعين مليمتر ماركو. دول أول ثلاث تعريفات بنقلهم تاني في عجلة ما هو تعريف l-arterial blood pressure قلها بالعكس pressure of blood on arterial blood طيب ما هو تعريف السيستوليك والدهاستوليك السيستوليك هو the maximal pressure during systole يبقى الدياستوليك the minimal pressure during the stool التعريف الرابع والخامس هم الأكثر أهمية في الشافة يجبهم لكم بإذن الله في المتحان القادم ما هو تعريف المين في اللغة معناها المتوسط وكنا نقشناها قبل كده قلنا الطالب العادي يقول لك الضغط السستوليك 120 الدستوليك 80 يبقى متوسطهم نجمع 120 زائد 80 على 2 يبقى 200 على 2 تطلع 100 وهذا خطأ ومش هعيد تاني حكيت ليه لأن السستوليك يا أولاد اللي هو الضغط الأوليل بيقعد 5 من 10 من الثانية في الكاردياك سايكل يعني الأوليل قاعد فترة طويلة بينما الضغط العالي اللي هو السستوليك السستول بيقعد 3 من 10 من الثانية مش إحنا قلنا يا أولاد إن الكاردياك سايكل بتبقى 8 من 10 من الثانية الفينتكل بينقابد سستولي 3 من 10 ويريح أكتر 5 من 10 خلاص؟ وزي ما حكيت لكم قصة الرحلة إن 5 جابوا 80 جنيه وتلاتة جابوا 120 جنيه لو عاوزين نصرف كرجل واحد لجمع الفلوس مش مهم مين جاب كتير مين جاب قليل مش هيطلع المتوصف 100 لإن 5 خمسة من 8 جابوا في نس قليلة 80 و3 بس جابوا 120 قلنا الصحيح تعمل إيه اللي مش هنعمله الصحيح حسابيا تضرب الداستوليك في 5 والسستوليك في 3 كل واحد في مدته تقسم على مدة سايكل يا 8 طبعا إن كله من عشرة فعشكية قلت في 5 أو 3 أو 8 ما حادش بيعمل كده في الدنيا إحنا مميش محاسبين إحنا أطباء فقررنا عملناها بطريقة سهلة قوي راجل قال يبقى إحنا ناخد حاجة سهلة وتديني نفس النتيجة ناخد الداستوليك ذائد 1 ثيرد الفرق من السستوليك والداستوليك اللي هو يسمون بلس بريشي دي تحفظها صام ازاي تجيب المين الداستوليك زائد طولت الفرق طولت الفرق اللي بنسميه بلس بريشي وهنفهم بعد ثواني ليه سامو بلس بريشي يبقى تعالى نحسب الداستوليك 80 تمام طبو الفرق من الداستوليك والداستوليك هو الفرق من مئة وعشرين وتمانين يعني مئة وعشرين ناقص 80 تبقى 40 طولت الاربعين تبقى تقريبا 13 تبقى تمانين وتلاتاشر يبقى المين ارتيا بلاب بريشي تلاتة وتسعين مليمتر ماركري ماجازا يا ولاب بنقربها ونقول تسعين مليمتر ماركري المهم تبقى فاهم ليه الرقم بيطلع يقالون مع ذلك دياستوليك فاهم وعد وقت MIKE فهو الفرق ما بين السيستوليك والدياستوليك اللي هو السيستوليك بريشر مينس الداستوليك بريشر مئة وعشرين ناقص ثمانين يبقى الفرق هو قصادك مكتوبة هو أربعين طبعا كل حاجة لها رينج ياوليات من ثلاثين إلى خمسين ده النواب ليه سموا الفرق ده البالس بريشر؟ بعبقا تعلم حاجات حلوة خاصة حضرتك لما بتحط إيدك على البالس صح؟ انت بتحس إيه؟ أول مرة ده كاترة كتير يفهموها بحط إيدي على إيدي الأرطي عشان يحس البالس أنا ما بحسش ما بحسش البلد هكسبها ناس جيدة فهم أنا بحس ويف ماشية في جدار الأرطي ويف في جدار الأرطي ليه؟ تعال فاهمك الضغط ١٠ في السستول وَثمانين في الدياستول لو كان الضغط ١٢ على طول كان، والوال بتاع الأرطي بقى بهذا الشكل لو كان ٨٠ على طول كان بقى بهذا الشكل لكن الضغط يزيد ١٢ ويقل ٨٠ يزيد الى 120 ويقل الى 80 فهذا عمل حركة في جدراء الارض 120-80 انا اتخيل جدار الارض يمين والشمال كأن يمسك حبلين كده ومعلقهم في الحيطة الناحية التانية ايه رأيك لو عملت الحبلين كده هما مثبتين في النهاية هتلاقي في ويف تمشي في الحبل للنهاية هو ده اللي حالك بتحسه يبقى حضرتك بتحس ويف في الوول السبب هي ايه؟ ان فيه فرق في الضغط من السستول والداستول حركة الوول قدت لهذه الويف طب ايه سبب الحركة؟ ان السستول 120 والداستول 80 فيه فرق في الضغط فسموا هذا الفرق في الضغط لأول مرة تفهم الفرق المتسبب في البالس فسموه بلس بريشا بلس بريشا الفرق اللي عمل البالس وعليه بقى للدكاترة الشطرين البالس يبقى اقوى امتى؟ كل ما الفرق زاد تخيل يبقى زي ما يكون مسك الحبلين وبحركه من قوة جامده فطبع الويف تبقى اجمد لكن كل ما قال للفرق يبقى حركة الوول وبالتالي الويف اللي هتمشي تبقى أقل يبقى يبقى اللي متسبب في البالس هو الفرق اللي استولو داستول فسموه بلس بريشا وهو الذي يحدد قوة البالس كل ما داد الفرق يبقى البالس اقوى قال يبقى البالس اضعف طب واحد يقول لي هو سرعة البالس كامل برضو هزبط لك بالطبع تانية ان اللي بتحسوا دا مشي البلد خالص احنا قلنا اسرع سرعة للبلد في الاورطة اللي هو اكبر شريان كامل نص متر في الثانية بعدما عاوس خيالي يا اولاد لو انا مثبت حبل في الحيطة الورا ديو حركت الحبل كده الوى او تسمى سرعة الفلاة اللي هو الوى الفلاة الناس السؤال ­ وشافة ومهم جدا اللي عنده تصلب في الشرايين البالس ويف تبقى أسرع ولا أبطأ تلقيت الإجابة دائما أبدا خاطئ طلب على طول كده أي مرض أي مرض يقولك أقل أبطأ لا طبعا تخيل يا بابا كده لو أنا الحبل مسكه هنا عندي شوية خيل وبعين رخيته وحركته تبقى الويف بطيئ لكن لو شدت الحبل جامد مسبق هناك وشدته جامد وحركته يمشي بسرعة جدا ففي الأثروسكيلروزيس سؤال M.S.Q في العمل سرعة البالس بتزيد وأقولك حاجة عشان رايحك العيام مش مستفيد أي حاجة من أن البالس الويف اللي ماشي بسرعة حتى أنك تستكثرها عليه يعني ما تستخسرهاش فيه إنه مش مستفاد منها حاجة إنما هي حاجة وجدناه يبقى تاني عندنا خمس تعريفات نقولهم في العجالة ما هو تعريف أول ثلاثة أقل أهمية من الثلاثة ما هو تعريف الأرتيريال بطيئ بسرعة من الآخر الأول أرتيريال بطيئة جميلة جدا علمتها لكم زي الريستيج ميمبر مبوتنشل لو لا تفاكرين عندما كنا نقول من الآخر الأول مبوتنشل ميمبر مبوتنشل حكاية كثيرة يعلمها لكم كده تعريف الأرتيريال بطيئة خد من بقه و تدينه هو يقول أرتيريال بطيئة أعكسها له بطيئة بطيئة الأرتيريال بطيئة ما هو تعريف الأرتيريال بطيئة كلماتين المياه حدث يدين العنوات و المائه حدث يدين العنوات و المال نحن نعرف المهمين و الذي يسعى مسائل في المسكي و في العمل المين أرتيريال بطيئة قلت المين المتعسط أقرب للداستول لأن الداستول يأخذ فترة أطول فهو الداستوليك أسهل طريقة لحسابه الدياستوليك برشور ذائد 1 ثيرد البلس برشور الفرق الدياستوليك اللي هو تمانين زائد التلت للاربعين اللي هو الفرق خلاص ده المين ارتيال بلد برشور يجي سؤال طب ايه تعريف البلس برشور ده اهم بقى ده الفرق من السيستوليك والدياستوليك وقلت جملها عيدها تاني لما بنحط ادنا على البلس انت لا تحس لا تحس البلد مش عاوز غلطة دي بتحس الوول الوول ويف الوول سببها ايه ان الوول بيتحرك فبيع فيه ويف طب ايه سبب الحركة ان الضغط في فرق من السيستول ودياستول لو كان مية وعشرين عطول ما كانش تحرك كان بقى كده عطول تمانين عطول كان بقى كده عطول لكنها مية وعشرين تمانين مية وعشرين تمانين الفرق ده بيحرك الوول والحركة دي بتمشي في الوول لحد النهاية فاحنا بنحس ويف في الوول بسبب حركة الوول بسبب الديفرانس ما بين السيستوليك ويل ده استوليك وكلما ذاد الديفرانس البلس بقى اقوى نقص الديفرانس البلس بقى ضعف طب سؤال مهم جدا طب سرعة الويف دي كانت خلالها في الحياة مين الحياة لو انا نسبت حبل وحركته النهو تايم هتوصل للاخر سبع متر في الثانية هلما سرعة البلد مصد متر في الثانية طب لو الحبل كان مجدود اكتر تمشي الويف اسرع مارخي تمشي اقل عشان كده في الاثروسكدروزيس بتبقى الويف اسرع ولا يستفيد منها العيام في شيء هو تنسى ارقام سبع متر في الثانية سبع متر في الثانية الرقم اللي كرمه الخالق سبعة سماوات سبعة أيام الاسبوع سبعة سبعة متر في الثانية انما سرعة البلد نص متر في الثانية كانت هذه اللوحة الاولى وننتقل الى اللوحة الثانية فاكتورز that determine the arterial blood pressure او ممكن يجبها لك البلس بريشور بس خلينا بسؤال الاساسي ايه العوامل التي تؤثر فاكتور that determine the arterial blood pressure انا قلتلكي اولاد ان شرحت السيركوليشن كلها وكتبتها في كتاب القسم بمعادلة يعني بسيطة جدا 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 احب اذكرك بالمعادلة هي ابصب معادلة خدناها واحنا في تاني عدد الفلو في اي تيوب يتناسب طردي مع الpressure delta p لوفار الضغط وبرزيستنس النهاردة قلت المعادلة دي بندرسها بثلاث طرق مرة ندرسها نبتدي بالفلو والمرة القادمة بإذن الله وباللي بعدها هنبتدي بالرسيستنس النهاردة نريد ان نبتدي بالفلو يبقى لو بدأت بالفلو عاوزك تفكر ما تحفظ الفلو في البرزيستنس يبقى الفلو في البرزيستنس يبقى الفلو في البرزيستنس استخدم الألوان لي يا أولاد عشان ما تتوهش لانه لو قلت المعادلة على ما هي عليه هتنسى العلاقة البسيطة الاورانية ان البرزيستنس تساوي الفلو في البرزيستنس استعاني خطها بقى في الصورة الفخمة بتاعتها البرزيستنس المقصود بمين اللي هو الفرق من اعلى ضغط في السيستنس اي حاجة نقص صفرة تساوي روح يبقى فهمت ليه فرق الضغط في النهاية هو المين الرتيع برزيستنس لان انت اعلى ضغط في السيستميك سيركوليشان هو الضغط في الأورد وإنها المحاضرة الماضية وأقل ضغط هو في الريت إيتر زيرو يبقى مين أرتيار بروك بريشور ناقص ريت إيترال بريشور اللي هو زيرو يبقى هو المين أرتيار بريشور مين أرتيار بريشور طب وقلنا الفلو في السيركوليشان يساوي إيه أولاد هو الكارديك أوتو بتاع الليفتبينك يبقى الفلو هو الكارديك أوتو طب ورزيستنس هنقولها بجملة فخمة اللي هي التوتال بريفر ورزيستنس والكلام ده بقوله للزبلاء الأصغر سنة نميجوا يشرحوا لو أنت اديت الطالب العلاقة قلت له بص ومن غير ما يفهم الأرتيار بروك بريشور بتسوي الكارديك أوتو التوتال بريفر ورزيستنس مفهمش المعادلة دي جابت من اين في حين الأساس بتاعها بسيط جدا 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 هو الأساس بتاعها اللي هو عارفين وإحنا في تاني أعدادي فيلوه في أي أنبوبة بيتناسب مع فرق الضغط ضغط فرق الضغط فرق الضغط به高mel Belize oops طب انت بتقول فرق ضغط ؟ اه هو فرق ضغط بين اي و ايه ؟ بين المين arterial pressure او الوأس بلسوى واخدينوا واقل ضغط في السيركوليشا الاية الي هو سيف يبقى هو في النهاية المين arterial pressure طب والفرق ولو الفرق هو الى الفرق يبقى بدأ الى حط كاردك اوت طب والresistance نفخ هنسميها يبقى حسابيا مش حفظ يا ولاد حسابيا المين ارتير ببريشور بروبورشنال تو اوبوت فرزيستنس اقول لك حاجة دي المعادلة التاريخية التالتة في السيركوليشن اللي مش ممكن تمارس كاردوليجي من غير تبقى طبيق امراض قلب ما تحفظها تحب اقول لك اتنين لقبلي واقولهم لك تاني لا اكتب لأمالي اللي هو بتاع ضربة الواحدة يسوي الفرق بالحجم البنتكيل في نهاية الدستول عن حجمه في نهاية السيركول وهو الاند تاليخية رقم واحده طب التاريخية هو المنت فوليوم هو المنت فوليوم تعد ضرب الواحدة في عدد الضربات في الدية لو halto rate معدد تاريخية رقم اثنين معدد تاريخية رقم تلاتة أن الأرتير ببريشور المين الأرتير ببريشور يساوي اوتوت اللي هو الفلو في الريزيستنس هتعالج زيئة البرتنشل لذا كنت تفاهم ايه اللي بيعالي الضغط يعني يزيد الـ output يزيد الـ resistance هو المين الـ arterial pressure يزوي output resistance تحفظهم صامق تاني أقولهم تاني يبقى لوال stroke volume قلوها انتم end the deastolic volume stroke يعني بتاع الضربة ضربة مش قولنا جانيس هاني stroke ضربة شمس stroke بتاع الضربة اللي هو الفرق بين نهاية الـ stone ونهاية السـ stone يبقى أنت ده stroke volume ما ينسي stroke volume طب بتفتح الضربة طب بتاع الديئة ما بتاع الديئة هو ده cardiac output cardiac output هو المينت volume يبقى هو عبارة عن الضربة الوحدة في عدد ضربات في الديئة اللي هو الheart rate stroke volume في heart rate طب معدلة التاريخيات التالتة بقى حفاظها صم ما يوعى تدخل امتحان ولا تمارس طربة من غير التالب معدلة دول يبقى عبارة عن المين المين أرثية يساوي proportion to output resistance المعددة التالت output resistance طيب عاوز أفك معددة الكارداء بالمعددة التاريخيات التانية الـ outward لسه علينا يساوي ايه stroke volume في heart rate يبقى المين أرثية blood pressure proportional بدل ما أقول output resistance الـ outward يساوي stroke volume في heart rate يبقى proportion to stroke volume في heart rate في total P-for resistance دول أهم ثلاثة عوامل يأثروا نعدل الصورة بالزبط في المين arterial pressure يبقى المين arterial pressure الـ outward يبقى المين دول اثنين وبعد نفكينا الـ outward الـ stroke volume تاعة الدربة في الـ heart rate يبقى proportional to stroke volume في heart rate في total P-for resistance دول أهم ثلاثة عوامل يأثروا في الـ heart rate blood pressure وحد قال لي فيه عوامل ثانية قلت له آه فيه لسه عامل رابع وخامس قال لي ازاي للمعادلة مفهاج للعوامل قلت لأ حضرتك ما دقاتش هل تبوريني أنا ما قلتش ما قلتش يا أولاد المين arterial pressure بيساوي الـ flow resistance إنما قلت ايه proportional to flow resistance يبقى لو حطت يساوي بدل proportional يبقى فيه ايه يا أولاد أنا سامعكم يبقى ناسب تحطوا كونستان فأنا فكر معاكم فكر معاكم ايه الحاجة اللي ما هياش في الثلاث عامل دي و constant over time و 100% تأثر في arterial pressure يبقى المعادلة للطالب فاهم قوي وده الطريقة اللي عاوزكم يا أولاد تشرحوا بيها لما تبقوا بإذلاء سادزة أفاضل إنه تشرح بفهم مش في حفظ واحدين تات نحفظ ونعدهم التكرار ده مش للشطار يا أولاد انت عارب بأيتي المثل فيه فيه انت بتقول لنا المين anterior blood pressure proportional to flow for resistance والفلول اللي هو يبقى output هو cardic out total resistance ففكرنا output stroke volume heart rate يبقى المين anterior blood pressure proportional to stroke volume heart rate total p resistance دول أهم متى تعالى proportional لكن لو قلت يساوي يبقى فيه constant فحطنا فزورة جميلة ايه حاجة constant over time لكن بينما يتأثر في الضغط you got the answer أساعدك أنا جملة بقولها حتى بالعربي كده عشان تاخد انتباهكم وتقعدوا فاكرينها مع حياتكم الحاوي والمحتوى مش الحاوي اللي هو المagician الحاوي اللي هو container contents يعني فكر معايا 100% برد 3 عامل دول الضغط داخل أي وعاء يعتمد على شيئ أي حجم الوعاء اللي هو الحاوي في لغتنا الجميلة والمحتوى اللي هو blood blood volume 100% ضغط الدم يعتمد على حجم الفيسل وكمية الدم جواها لو disproportionate يعني الدم كتير بالنسبة لحجم الفيسل الضغط يزيد وعلى وعلى فكرة ده تأتي بطريقتين يتزود blood volume يتلقص تعمل vasoconistation والعكس لو حبم الدم بالنسبة للوعاء قليل الضغط يقل وبرضو ده تأتي بطريقتين يتنزف تفق الدم في ضغط يحصل vasoconistation يبقى فهمتوا جبنا منين يا أولاد اللي هو تنسوها ما حياته الحاوي والمحتوى يبقى للأوائل خمسة تلاتة جبناهم المعادلة البسيطة واتنين اللي هما الحاوي والمحتوى الحاوي اللي هو احنا بنقوش الضغط في الارتري يبقى سعة الارتري واللي بيحكم نحطها بتعبير شيك arterial compliance طوعية الارتري فاكر لما حكيت لكم في المحاضرة اللي فاتت قلتلكم لو ان الارتري كانت متل تيوبز أنابيب معدن مفهاش elastic fibers غير قابلة للاتساع distention وريكايل كان ايه اللي هيحصل فاكرين قلنا قلنا كل الدم تخال يدخل في السيستول يبقى لو هي ما انتساعدش السيستولي كعلي جدا وما فيش دم بيدخل في الدكاستول يبقى لو هي ما عملتش الكويل الدكاستولي كنزل لسف وده بيحدث جزء منه مش هو بالظبط لانها عمر ما ما بيحصل تصلب شريمة بتتحول لوعاء معدن بس بتبقى ناشفة شوية عشان كده في 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 بيعلى السيستوليك ويوطى الدكاستوليك لانها ما بتتتسعش لكن قلنا من نعم الله عليه ان الارتريس بتتتسع في السيستول فده بيمنع الارتفاع في السيستوليك وبتريكايل في الدكاستول بحضرة الماضية راجحة فده بيمنع الدروب في الدكاستوليك وعشان كده الضغط قريب هنا 120 وهنا 80 لو حصل لنا بيور أثريكايل فهمت بعد أثريكايل 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 حصل حالة النادرة أثريكايل كل الدم يدخل في السيستوليك ماذا يدخل في داستوليك لكن من عظمة الخالق أن الارتريس تتسع في السيستوليك و تريكايل في الداستول يمنع الانهيار في داستوليك طيب نجي العام الخامس اللي هو البلد حاول المحتوى البلد ومين أحسن انديكس عندنا يولاد البلد احفظوها دلوقتي ونرجع لها سنترال فينس بريشور واحد قال لي طب بس قولي ايه سنترال فينس قولي انت هو مين السنتر بتاع كل في الجسم طالب قال لي قولك الدم اللي جاي من الأوبر جاي عن طريق السوبيرو فينكابا بيروح للرايت ايترام واللي جاي من الأوبر جاي عن طريق انفيرو فينكابا بيروح برضو للرايت ايترام يا ايترام يبقى اذا ده ده باست اندكس في الطب لما في قوض العمليات للبلوت فوليوم يعني في العمليات المتوقعين فيها نزيف جامد بندخل أسطرة من الفين اللي في الرقبة دخلوا من الفين اللي في الرقبة ونسقطوا في الرايت ايد وما فيش ولا فالف يا أولاد في السيك ده سؤال امس كيو هنجيله بعد كده لأنه ربنا حط الفالفز تحت ليه عشان الجرافيت عاوزة تشد الدمعة تحت في الفينز في الفالفز تمنعها لكن في الأبر فوق الهارت فكر وراء الخلق خالق قوة عاقلة الجرافيت معانا بتجيب الدم من ناحية الهارت يبقى نحط لها فالف ما فيش فالفز فوق من أول ما تسقط الأسطرة من الفين بتاع النك الجاجولار فين ينزع عطول في الرايت ايد ما فيش ولا فالف الفالفز تحت فيش فالفز فوق افهم ما تحفظ وراء الخلق قوة العاقلة نسميها الله فأي عملية جراحية ممكن العان ينزف جامد بنقيس السنترال فينس بريشور اللي هو الرايت ايترال بريشور ده بيمثل بلوت فوليوم لو بلوت فوليوم زاد ضغط يزيد بلوت فوليوم قل لو حصل له هامرش ضغط يقل يبقى ده واحد من أشهر الأسطرة أولاد فاكتور ده ديتيرمين ده ارتيريال بلوت بريشور وانها بطريقة رائعة وده اللي هنعمله مع بعض في كل الفيسيولوجيا أولاد نفكر نفهم قلت ان احنا بنختلف عن الدواب في شيء اي ان احنا ثنكر بنفكر نستطيع ان احنا نتخيل قلت وعاوزكوا تشرحوا كده لما تيجوا في يوم الآن تتبدل مقاعد وتبقوا انتوا اذن الله شارحون عظماء تشرحوا بالطريقة دي يبقى تبتدوا بالمعدلة البسيطة flow pressure gradient على resistance يبقى من هذه المعدلة يبقى pressure gradient flow of resistance الpressure gradient والفرق بين موضوعنا موضوعنا اللي هو arterial block pressure اللي هو mean arterial pressure والright intra pressure اللي هو صف صف يبقى هو في النهاية المين arterial block pressure ناقص صف يبقى هو المين arterial pressure طب ومن هو flow في السيركوليشن هو cardiac output ومن هو resistance هو total pif resistance طب ممكن تفكلك cardiac output افكها cardiac output stroke volume في heart rate يبقى المين arterial block pressure بتساوي stroke volume في heart rate في total pif resistance طول ثلاث عامل كنا فيه عاملين تانين طالب قال لي جم منين مش في المعدلة قلت له انت ماخدتش بالك المعدلة بتقول المين arterial pressure مش ايكولز انما proportional لو حبيت حط يساوي يبقى لازم في ايه اسمعكو انا سمعكو صح برافو constant قلتها بطريقة لا تنسى ايه الحاجة اللي constant over time ومية المية بتغير RT برافو فاكرنا الحاوي والمحتوى the container and the content اللي يمثل الارتيريال compliance طوعية الارتيريال بتوسع في السيستول عشان السيستوليك ما علاش وتريكايل في الداستول عشان داستوليك ما نطعش وعشكده قلنا في الارتيريال بيعلى السيستوليك ويقل الداستوليك والمحتوى هو blood volume ويمثله central venous pressure or right atrial pressure طيب كده ما خدناش الفول مع طيب قال لي ليه قلتم لازم تقول لنا تأثير العامل دي على pulse pressure اللي هو الجزء الثاني في السؤال حسن الحظ نفس العامل التي تؤثر في الارتيريال blood pressure هي التي تؤثر في pulse pressure أربعة منهم هلغض النظر عن blood volume لو زاد سيزود الاثنين سيستوليك وليستوليك هلأخذ الأربعة البقيم من غير blood volume وعلى فكرة هممكن يبقى سؤال نظري تاني ما يجيب لكش يعني عنص طالب زكي ليش فاكتورز تتدير من الارتيريال blood pressure يجيب لك pulse pressure أربعة منهم لحسن الطالع أربعة من الخامسة معدل blood volume هم يأثيرون في pulse pressure طب نقول pulse pressure يساوي سيستوليك minus داستوليك يبقى اللي يزود السيستوليك هيزود pulse pressure بالأحمر مع الأحمر بينما الطفل اللي يزود الداستوليك يبقى الفرق هيقل هينقص pulse pressure سهلا يبقى لحسن الطالع أن اربعة فاكتورز من الخامسة بتقول الارتير blood pressure هم برضو هم برضو اللي يقصروا في pulse pressure اسمع الثانية لطيفة لحسن حسن الطالع اثنين من الاربعة يزود السيستوليك فيزود pulse pressure والاثنين يزود الداستوليك الداستوليك فالفرق يقل فنقص pulse pressure يبقى عندنا كم حسن اللي وقت يا أولاد اثنين حسن الطالع نفس الاربعة من الخامسة حسن حسن الطالع ان الاثنين هنا واثنين هنا واثنين خد اخر حسن بقى مش هتنساها ما حيات لحسن حسن حسن الطالع ان الاثنين اللي فيهم حرف الاس بيزود السيستوليك pressure بحرف الاس يبقى الاثنين التانين بالإكس كلوجين هم اللي زودوا الداستوليك طالب قال لي بس انت عودتنا ان الاس مع الاس دي فوق البيعة انما احنا عاوزين فوق الاول نفهم وعين فوق البيعة نحفظ ان اس مع بعض احنا تعال نرى مين يأثر في السيستوليك مين يزود السيستوليك يا أولاد فوق بذكاء وعر imaginative 100% الضغط في الغرط في فترة السيستول يعتمد على كمية الدم اللي هتدخل في الغرط في السيستول يرى شوف جمهة يبقى الضغط في الغرط في السيستول يعتمد على كمية الدم اللي تدخل في السيستول اللي هي الكمية اللي هتحدد السيستول هي الاستغرط الشرق حالك حاجة الاستغرط هي الاستغرط الاستغرط السيستول ثاني حاجة لو حصل تصل في الشرئين في الاستغرط لا سيستوج فاكر ذائب اللي سيستوج مين الذي يزوده السيستوليك يا داد؟ السيستوليك والسكيليروسيس سكيليروسيس يعني تصلب في اللغة تعلمها والمقصود سكيليروسيس ولكن بالشرح، أخذ لك الجزء المهم في الكلمة لكي تفتكرها مع حيات يزود السيستوليك برشور هو السيستوليك والسكيليروسيس لكن ما هو المقصود السيستوليك؟ سيستوليك يعني ده سؤال واحده مهم جدا أنها تعرف من الاتنين اللي يزوده السيستوليك اللي هو موحر في السيستوليك ومن الأهم؟ من المقصود السيستوليك؟ المؤثر الابتدائي الأثاسي في السيستوليك طب نقل الدياستوليك، يبقى في الإكسيكلوجين من الاتنين اللي لو زادوا هزودوا الدياستوليك؟ وبالتالي نقصوا البلس برشور أول حاجة كما هي العربة؟ نقلنا الدياستوليك، تعتمد على الأرطريوز طالب قال لي، من فضلك، من فضلك؟ فهمنا كما هي العربة؟ فهمنا كما هي العربة؟ 100% ضغط في الأرطري في فترة الدياستوليك سيعتمد على كمية الدم اللي هتتحبس في الأرطري في فترة الدياستوليك وعليه، هتعتمد على المحبس، الأرطريوز، ده الأرطري وده الأرطريول لو الأرطريول عندها زادوا هزودوا في القسر، حبس الدم في الدياستوليك بينما لو الأرطريول إلتوا في القسر، يعني حصلها دياتيشن، الدم هيهرب، هيهرب، هيهرب من القسر، يبقى الدياستوليك دم تدين للأدس Merch что أن المحبس قافر الدم تحبس في القرتي في الدياستولي الدستولي عليه المحبس فاتح دم هرب هرب من القرتي في الدياستولي نسيأ الهارت ريت ليه لما الهارت ريت يزيد الدياستولي يزيد لو الهارت ريت زاد يبقى فترة الدياستول حص الله فكرا معاك انتظر ايضا اذا كانت فترة الداستول اسرت يكون الهارت سيتملي قليل في الداستول لانها قصيرة فترة الداستول يتملي قليل الذي لا يستنى يستنى قراءة في الداستول سيتملي قليل القليل عندما يزيد الهارتريت الداستول يقصر بيملأ ليل الهارت فيفضل في الفصل وراه وراه كتير يبقى الداستول تمام يا ولاد بس يبقى برضو الداستول هو الداستول دي واحد من اهم الموضوعات في الطب لان قلت الداستول الهايبرتنشن يعاني منه لا اكل 18-36% من الناس ويموت ويموت أو 16-36% ويموت 18% السبب الهايبرتنشن يبقى فهمتها اولاد هقولها تاني يبقى لحسن الطالع اللي بيقصر في أربع عوامل من الخامسة بتقول الهارتية ده اول حسن انها مش حاجات جديدة البلد فوليوم لو زاد سيزود السيستوليك وليستوليك فطبعا يبقى البلد فوليوم سيقعد ثابت بل اثنين يزيدوا الفرق بينهم سيقعد ثابت افهم يبقى اربعة بس بس لحسن حسن علي سيزود ان ال أو هم زيادة والأقل وزيادة وزيادة الهارد. واحد من اهم الاسئلة في الامش كيو هاجبه لكم بإذن الله المرة الجاية لان احنا متكامل ببضلة خد بالك انا بعيد الحتة اللي مهمة اللي عرفها في الامتحان وانا حافظ الامتحانات وورد وايد مش بعيدها مرتين مش ثلاثة اربعة خمسة فدون ان تدري كده وانت شواخب بالك حفظتها لك معنى يمكن تزهق ان ليبي عيدها ثلاثة واربعة وخمس برد لان هنا النقط اللي بتيجي في الامتحان مش لانها مهمة الامتحان انها مهمة في البراكتس في ممارسة الطب The primary determinant of systolic is a stroke volume كمية الدم اللي بتدخل الارت في السيستول هي اللي بتحدد السيستوليك كمية الارت اللي بتدخل في السيستول هي الاستروك ووردها لك كمية الدم اللي بتتحبس في الاستروهية التي تحدد النقط اللي بتيجية دمات التطوليك والتي تحتمد على tiper resistance من على الأرت اليولد؟ وستن experiência بجملة جميلة لان انت تنساها قاد الجائل على والع Katia Champion على الت pill احد الشمال من يدخل الرئيس في السيستولي وهو الشيطان ومين أهم واحد يحدث الدياستوليك المحبس الذي يحبس الدم في الرئيس في حدث الدياستولي وهو الـ total pre-resistance يبقى تأسيم التعادل يا أولاد ليس هو كاردو باسكور سيستم يبقى الهارت مسؤول عن السيستوليك هو الفاسل مسؤول عن الدياستوليك يبقى الطريقة تلتة حتى تفتكيرها كاردو باسكور سيستم الهارت مسؤول عن الضغط في السيستولي إنما المحابس الأرتريولي الفسل مسؤول عن الضغط في الداستولي أولها سادس The primary determinant of systolic is the stroke volume The primary determinant of the stolic is total p-resistance arterioles خلصت لوحة ونيجي للعمل عوزين نوت التالتة إزاي نيست الأرتريولي نتعلم دكاترة نجد كل الدكاترة يقصون الهارتية على العلد يقصون النتيجة لكنها ليست دائما صحيحة فتعال نرى الهارتية 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 اخرى نتعلم الهارتية لكي نتعلم الهارتية 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 لدينا لكي نقيس الضغط بالطريقة التقليدية الجهاز اسمه اسفجمو مانومتر اهو جهاز اسفجمو مانومتر اهو اسفجمو مانومتر اهو بالشكل ده الجهاز ده بيتكاوم من ايه اولاد اولا يعني اسفجمو مانومتر عشان الناس كينا مش عارفت الحكاية دي احب اعرفه اسفجمو معناها بلس مش معناها جهاز ضغط خالص انا عارف في ناس هتوزهل ان طول العمومتر يقول اسفجمو مانومتر ترجمته الى اللغة العربية جهاز الضغط لا اسفجمو يعني بلس ومانوس يعني يضعف ليه؟ لان المبالف انا الكف على ايلي وانفخ يضعف لحد ما يختفي فسموه الجهاز الذي يضعف البلس اللي هو متعارف عليه انه ده جهاز ضغط الدم لكن كلمة اسفجمو مانومتر ليس بمعناها جهاز ضغط الدم اسفجمو يعني بلس ومانوس يعني يضعف لانه لما انفخ البلس سيختفي وهذا الجهاز يتكون من ثلاث اجزاء اساسي الكف اللي يبقى لفها على اليد عشان تعمل ضغط توقف البلس وهاند بومب ما ضخه كده بعد انفخ بيها في الجهاز وميركري مانومتر دي بقى الجهاز تحت اجزاء ايه دي؟ دي الهاند كوف او الارب كوف ودي الهاند بومب خلاص اللي بننفخ بيها وده ميركري مانومتر ده كلمة اسفجمو مانومتر بنحتاج ايه تاني؟ بنحتاج سماعة اسمها ايه السماعة؟ ستيثو سكوب ده السماعة ليه برضو نوعب من دكاترة في اوطاننا فاكرين انها معناها سماعة ستيثو يعني تشست صدر وسكوب يعني منذار لانه زمان كانوا بيستخدموا السماعة مش في قياس الضغط اول ما استخدموا السماعة ليه استخدموها يسمعوا بيها الصدر فبيننظر بيها الصدر فسموها ستيثو يعني صدر سكوب فيبقى المعلومة المزهلة ان لا جهاز ضغط معناها جهاز ضغط ولا السماعة معناها سماعة كانت هذه مش فاقة المعلومات العامة دي بنقولها وورد وايد يعني اسفجمو مانومتر الجهاز الذي يضعف البلس اسفجمو يعني بلس ومانس يضعف لانه بيوقف البلس وستيثو سكوب معناها منظار التشست طيب دي اول ما تعلمناها نقل برانسبي احنا بنقيس الضغط يبقى باليوم من الكلمة دي اولاد بطريقة انديركت يعني لو ما قلتش انديركت دي حتى تكون 0 احنا بنقيس الضغط في الارت احنا بنقيس الجهاز ده اهو يا اولاد الجهاز المانومتر ده بقيس الضغط في الكف ملوش اي علاقة بالارت الخراطيم وصلة ما بين الكف والميركري مانومتر ميركري مانومتر بقيس الضغط اللي هو الكف يبقى اذا بقيس بطريقة انديركت بس الفكرة سهلة وتفهج جدا لو جبنا طفل وقلنا له بص يا بابا ما حطت انا الكف هنا حوالين ايدي وانفقها بحيث الضغط يبقى اعلى من الارت اعلى من الارت يبقى الدم يحصل له ايه هوا يبقى الدخط لما ايه بقى اعلى فيش دمها عدي طب هنقص الضغط في الكف روايدا 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 انت بقى تقولها صح في اللحظة اللي فيها الضغط في الكف هيبقى قد الضغط في الارت او الاصح للناس الحنبلية اقل قليلا يعني الضغط في الكف اقل حاجة بسيطة من الارت زي الارت بس قال لي شوية الدم هيبتدي يعدي طب نقولها بالعكس يبقى لما هيبتدي الدم يعدي يبقى دلوقتي الضغط في الكف مساوية وقال حاجة بسيطة جدا من الارت فالدم عده فانا لو قريت الضغط في الكف يبقى هو الضغط في الارت عشان كده قلنا انضايك مثل عاوزة طفل طفلي فهمها انتهى انتو اللي هيقولها الضغط في الكف اعلى بها خامسها اقل بحاجة بسيطة من الارت يبقى أين ظهرك مثل؟ هذا سؤال ثاني يبقى اللحظة المهمة هي لحظة بداية سعيان الدم هنحددها ازاي؟ بطريقة من طريقتين ينحس الدم يبدأ يمشي طريقة حسية نسمع طريقة سمعية فهمت؟ القاعدة تانية جميلة انتوا هتقولوها الضغط في الكف أعلى من الارتي يبقى الدم يمشي لا يمشيش هدين غشتكم لا يمشيش الضغط يقلل لما يقدر الارتي تعريبا يبقى حاجة بسيطة حاجة لا تذكر الدم يبتدى يمشي في اللحظة اللي يبتدى يمشي يبقى دورة في الضغط في الكف مساول الضغط في الارتي لو انا قس في الضغط في الكف ولا بقيش الضغط في الكف لان الجهاز متصل بالكف مش بالارتي يبقى انا حرفت الضغط في الارتي يبقى مين اللحظة المهمة؟ لحظة بداية صران الدم صح؟ يا اسمع تبقى بل باتري يا اسمع تبقى بل باتري يا اسمع تبقى بل باتري حلوة؟ سهلة نكمل بقى أولاد سهلة سهلة لان الدنيا حارة لا أريد أن تعمل تكيب حارة هجم سهلة 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 أحب نظام قوي لكي تحفظ كم ده يكون عملي مهمة قوي البيئة التي تقوم بها الضغط والعيان والبيئة والبيئة والعيان والحوالي وإحتياطات خاصة بجهاز وإحتياطات خاصة بالسماعة يبقى كم احتياطي؟ أربعة البيئة مع البيئة سوف تحب النظام سوف تعمل مع بعض البيئة مع شرط المسلعيش تقيل النظام والسفيجمومانومتر مع الستيثوسكوب نحن البيئة يجب أن أعيس الضغط في البيئة هذه لا تستخدم البيئة لأن افهم هذا يدير بين المريض والطبيب لو الدنيا ليس هادية ستسمع حوار العيان وإن العيان يترك أن الدنيا يقل عالي الضغط فهي تجعرنا إراية لابدى الدنيا يجب أن تكون هذه المريض وضع من الثاني يقعد يمصطلقي يبقى يستخدم يستخدم فلا لا تنم لكن يجب لأن يستخدم ثم يقوم يستخدم فضي يعني تقوله انت لا تريد ان تفضي المسانة لأولك تقوله فضي قبل من قيس الضغط. هنسألك ليه؟ لانه كيف نعمل الريتنشن لليورين يا ولاد؟ بالسيمبثاتيك او بالبورامين الذي كان يعمل الريتنشن؟ السيمبثاتيك والسيمبثاتيك ده يا ولاد؟ السيمبثاتيك ده يا ولاد بيعلي الضغط يبقى لازم يعاني يبقى البيوتر بتاعته أمتي. طبعا نو سموكينج ما يبقاش مدخن ولا شارب قهوة وشايل اندول بيخلوا الهرط يضرب أسرع فالضغط يزيد. على الأقل المئة بساعة ما يدخنش ولا يشرب القهوة ولا شاي ودافنك بسبب من قلنهاش في بلادنا هنا نوع الكهوليكس. فيش اي حاجة يعني اقولك حاجة الكلام ده حلو في الحياة لا تدخن ولا تشرب الكهوليكس. بس في الحياة اقول هالكا هو انتهى في برابج التلفزيون الكوفي مهمة. يعني فنجانين قهوة في اليوم اتنين بس. هذه معلومة اعتبرها معلومات عامة. بيقوى الانسان من الكانسر ليبر. الكوفي هو المشروب الوحيد في العالم ينصح به من الأطباء وبمعدل فنجانين لأنه بيقوى الانسان من الكانسر ليبر. دي بره الموضوع. طيب لازم يبقى بعد كده العيان يبقى كومبليت فيزيكال ومينتر رست. في راحة جسمانية وزهنية تماما. يعني حاجة لا تفتح ليش فوق السطح عادة. وفي مبنى ما فيهوش اسانسير. والعين تطلع بشق الانفس وتروح واخلي. وفي مبنى ما فيهوش اسانسي الضغط سيطلع كل العيان يضغطهم عالي. لان يعملون فيزيكال اكسرسيز عشان يطلعون لك. ولازم من انت بس. يعني تسأل انك كنت مبارح نام كويس. عندك حاجة مضايقات في الحياة لان ده يعالي الضغط. طيب لازم بقى الجهة دي مهمة جدا. الهارت مع الجهاز الضغط مع الجهاز الضغط يبقى كلهم على الجهاز الضغط. وأظن هذا يا أولاد لماذا اخترنا الجهاز الضغط؟ لان الجهاز الضغط هو اقصادي. ثلاثة مستوع القلب وجهاز الضغط ودراع. لكي نستخدم الاستخدام الجهاز الضغط. طيب. نحن نقوم بتاعت السفيجومانومتر. أول حاجة الكاف لازم تبقى ثلاثة نواع من الكاف. فيه النورمال وفيه التخان قوي الأبيس وفيه الأطفال. لا تستخدم واحدة مطلح الضغط. لا تستخدم كاف ثلاثة نواع. لان الكاف دي اولاد. الربر اللي تنفخ فيها. هي مش كلها بتنفخ. اللي بتنفخ الحتة دي بس دي الربر. اللي هي داخلها الخلاطين. هذا الباق ماشي. لكي تنفخ حرين البراع. إنه لا يوجد باق خالص. الباق في الحتة دي بس. فنحن نريد أن الباق تبقى على البركر. يبقى لازم حجمه مناسب لها صغيرة أو كبيرة. يبقى دا اول حاجة في الكاف. يبقى كاف ثلاثة. يبقى الكاف ثلاثة. يبقى الربر باك تقابر 60% من الارم. يبقى تغطي 60% من الارم. يبقى كاف ثلاثة. يبقى معي أحد يساعدني في السياح. إنما هتخيل إن أنا معي. هيا كده. بالشكل ده. خذ بالك أنا البركر الارتي ميديا لي. أنا أعاوز النفخة. يبقى فوق الارتي. تنفق على الارتي. النفخة دي تعرف مكانها فين. هي بالعقل خليج ذاكري. اللي داخل فيها الايه؟ البايبس دي. يبقى لازم البايبس يبقى ميديا لي. يعني إما أخط كده. يبقى البايبس هنا. ما يبقوش لاتراي كده. دا اول حاجة تسقطك في العمل. يعني إن البايبس يبقى الجوه. فيبقى دا يؤكد. إن النفخة اللي هتتنفخ. الربرباك. موجودة على الارتي. يبقى الارتي ميديا لي. يبقى النفخة ميديا لي. دي مهمة جدا. وتلفائها كويس. كان يعني ألطف. لو كنت تعوانت مع حد. أنا. طيب. يبقى الربرباك تبقى الربرباك. تبقى الربرباك. التالة مهمة ورهها لكم. الكف تبقى. يعني بوصة أباب الانتي كيوبيتال فوس. لماذا؟ لأن هذه اللي أضع فيها السماعة. يعني الباك. لازم على الأقل. تبقى إنش. إنش. بوصة. فوق الانتي كيبتال فوسة يحط السماعة. لأن ما ينفعش يحط السماعة تحت الجاز. الحركة الغبية اللي بيعملها كثير من دكاتها. مش عاوز يمسك السماعة. يروح حطيتها تحت. الربرباك. طب ما كده عملت. تبقى إنش. يعني الباك. الخراطيم. اللي تبقى ميديا. اللي يبقى معناها الربرباك. ميديا لفوق الأرض. وفي إنش. على الأقل. فوق الكوبيتال فوسة عشان ما تضع السماعة. وما تضس بالسماعة. مش عاوزين أي تبقى. الجهاز بيقس الربرباك. ما بيقس الربرباك. لو دست بالسماعة. تحت الباك. كل العبط ده اللي بيعملوا الأطباء. ما حبكوش أنتوا تعملوه. ده كلام فارغ اللي وجود هنا. طيب. تاني حاجة. البايبس. اهو. البايبس لازم تبقى على الميديا. فاهم ليه. لأن البايبس داخل على الربرباك. الارتي ميديا لي. احنا عاوزين الربرباك ميديا لي. يبقى البايبس تبقى ميديا. دي أكتر حاجة تسقطك. طيب. المين فالف. يبقى. العمل على لتبقى ميديا. المين فالف. يجب معي. لا تعلمونه لي الوحد يا أولاد. هنا هناك فالف. كنت ترى الليل فالف. تعالي بوحظة الربربة. يمكن أن اضحروا فقط. ويجبوه فقط. يبقى الفارئ منه. يبدو كثيرا. يبقى خطوا على لتبقى ميديا. لون يبقى الخطة الخطة والضعبان فقط. يبقى الربربة على لتبقى ميديا. يبقى المين بارد على الان وبعدين الميركري تيوب تبقى عند الزيرو لابل وما فيش ليكتش طبعا ما فيش اي تصرب وهو هذا الوضع القائم هنا يعني ما فيش اي زيبق طالع ما انه مش هبتدي بكده يعني اما فتاحه يبقى كل الزيبق محطوط في المخزن ده في الكنتينر ده وما فيش اي سرسبة للزيبق كل دي البركوشنز تبقى عرف نيجي بقى ليه البركوشنز تاعة الستيسوسكوب اللي اسمعه البركوشنز افستيسوسكوب الهند بمب اللي انسان اقول هولا بدي اهم واحدة ناسم الهند بمب لازم تبقى سلولي انفليتد وسلولي ديفليتد يعني انا اعلمكو حاجة بمليون جنيه دي وقت بعد ما تحط الباك دي وهتنفخ لازم النفخ النفخ يبقى ببطء شديد جدا يعني لازم انت باصس كده وانت بتنفخ عشان العام ما يتقلمش طب وانت بتديه فليه دي اهم بقى تنزل ببطء شديد ليه افهم افهم حضرتك بتعمل تطابخ بين البالس اللي بتحسه في البالباتريميسون او الصوت اللي بتسمعه وبين الاراية في المانومتر فكر بزكاء لو لزي بقى نازل بسرعة يبقى عبال ما تاخد بالك اه ده ابتدى البالس وبص اخبر القراءة الريدي هو نزل تلاتين اربعين يبقى اهم حاجة في القياس اهم حاجة على الاطلاق انت تعلم فن البطء في الديفليشن انك انت الديفليشن تعمله البطء يعني عاوزك كده مع حد في العائلة تعمل كل اللي قلته ده وما تقراش حاجة خالص انت كل اللي تمسك الفلد ده وتتعلم ازاي الفالف ده تفتحه ببطء شديد لانه ممكن لما تفتحه فجأة كده بيروح نازل بسرعة تتعلم فن الفتح البسيط كل مكان الميركري كلم نازل ببطء اكتر يبقى تقدر تعمل الكوردنيشن ما بين عينك اللي بتقرأ الضغط وما بين ايدك اللي حسه البلس او ادنك اللي سامعه دي اهم نقطة على الاطلاق عاوزك مرارا وتكرارا ان شاء الله عن نفسك اقعد اتعلم ازاي تدفليت ببطء كل مكان هي دي اهم نقطة بتخلي طالب يعرف ايس وطالب ما يعرفش ايس اللي سلو ديفليشن دي فهم ليه؟ عشان انت مطلوب ان في نفس الوقت اللي حاسس البلس في البلباتوي او سامعه بالاسكلتاتوي تلقى تاخد القراية لو بينزب سرعة مش هتلحق تاخد الاثنين يبقى الاثنتان مش متطابقتان مع بعضهم فتعلم الاسلو ديفليشن انك تنفخ وانما تفتح ما يجيش منك روح فاتح فجأة كده لو تعلمت دي خلص جاءت قياس الضغط خلص تماما واعلمك حاجات تانية ألطف ازاي تتعلمها كويس ادي اهم واحدة فيه ملاقي الزملائنا خاضر محاجم يدقع فيه معندي لقطة مهمة جدا نيجي بقى السيسوسكوبيا 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 اهتياطاتها سهلة لازم الاثنين يبقوا الاثنين ده الاثنين يبقوا الاثنين ده الاثنين يبقوا الاثنين ليه بقى؟ هذا يأتي فقط لعدم لأن الاثنة لا يوجد عمودية على الرأس الاثنين الكنال القناة الاثنين ليس محدد الأم فإن تدخل الاثنين لا تضع سماعة أنظر خلصة الاثنين يبقوا طبيب الاثنين يبقى الاثنين الذين أنظرين اتجاه الاثنين البعض هل يتفترين؟ لا يوجد مستقبل لا يوجد مستقبل يجب أن يكون مستقبل اعتقدرين نفسه هل يوجد مستقبل؟ نريد إشارة يوجد مستقبل اتجاه الوضع تاني حاجة يا أولاد انه احنا هنستخدم لو عيان طبيعي نستخدم الكون ليه ان الكون يا أولاد بشكله بيركز الصوت بياخد من كبير على داية فبيقوي الصوت بس سعيبوا ان الكون صغير فلو العن تخين الكون صغير بس هو الاهم لو العن تخين ما اناش عارف الارض فين بالزبط يبقى استخدم الدافران يبقى العن الطبيعي تستخدم الكون ميزة الكون انه جاي من واسع على داية فبيعمل الدافران ما بيعملش كده بس دافران في ميزة لو عان قيده قد كده تطفل الارطي لو حطت حاجة صغيرة ممكن ما جيش فوق الارطي يبقى كل ما وسعت غالبا هاجي على الارطي يبقى اتخيلة للتخان اتخينة للتخان والرفياء لرفاعين الكون للطبيعي والدافران كده الاهم من دي بقى أولاد انه تتأكد ان دا انا شغال ان هنا في فالب كده لو حركت دي كده يشتغل واحد كده يشتغل التاني فانت عاوز شغل الكون وانت حاطت السماعة كده وانا مشغل الكون حطيت الكون دوقتي اما اضرب كده احس الصوت في ودني لو عكست شغلت الدافران كده واضرب الدافران دوقتي ليشغلت لكن لو ضربت على الكون دوقتي ليستمع حاجة يبقى تأكد من اللي يشغل فيه يبقى اهم حاجة في السماعة هنسقطك عليها اندي فوروردس والكون في الرفيع والدافران في التخان اهم حاجة في جهاز الضغط ان الخراطيم نلاقيها ميديالي والكف ان انشاء باف ما تخطيش سماعة تحت الكف الخراطيم ميديالي يبقى النافخة ميديالي وان انشاء باف دوقتي لان اهم حاجة في القياس اهم حاجة عالى متنالك ماذا يبقى ؟ اقولي هالي تاني سلو دفليشن سلو دفليشن بهدوء 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 دفليشن خلاص طيب هؤلاء سلو دفليشن ياولد هنا هنا ده نفرام أو كونز نو بريشار طبعا قد لكم وهي اي بريشار لان ده مش متقاس لا تضع على الإطلاق وبعدين لا تضع على مستقبل قبل السماعة هذه هي الـ Precautions هذا ليس لديك تعدها تاني في الفيديو لأنه أسهل أنا أريد أن أجل الكلام المهم فهذا ليس لديك تعدها أريد أن أجل سماعها تاني ثاني ثالثي عندنا الـ Precautions يقلنا الـ Environment والـ Patient هذه اثنين والجهاز الضغط والسماعة كيف هي الـ East؟ أهم كلمة في القياس قلناها هلالك أن القياس الـ Indirect؟ عندما يقولك أنه الـ East بطريقة الـ Indirect؟ ثاني نقطة عليها مليون نمره أن الـ East ليس بالباتري أو أسكالتري تسقطك فرست بالباتري ثم أسكالتري مثل يعني الأول بالحس بالباتري ثم أسكالتري ثم أسكالتري لازم بالاتنين في كل عنـ East بالطريقتين يبقى تاني يحفظ معايا طريقة القياس الـ Indirect لا أعود أسمع صوتكم Indirect طب تقيس سيغلطك يستهبلك بالباتري أو أسكالتري وأني أحسن تقوله بالباتري بالباتري ثم أسكالتري ثم أسكالتري هنسألك أهم نقطة مهم جدا ما هي أهمية البالباتري ماذا مثل البالباتري وماذا عيوبه؟ عيوبه؟ أنه يقيس العالي وليس أسكالتري بينما الأسكالتري يقيس سيستوليك وداستوليك العالي والواطي ومور أكرت طبعا إذا كان ربنا يا أوليات تقدم السماء على البصر على البصر فمية المية السماء مور أكرت وبيقيس سيستوليك وداستوليك البالباتري سيستوليك بس ولس أكرت طب إيه العيب؟ طب ليه بنعمل البالباتري لما كلها عيوب لقى فيها ميزة؟ ما فيهاش أسكالتري جاب ما فيهاش توقف أصوات فترة توقف أصوات لأن أساب ما فيش أصوات عشان تتوقف إنما عيب الأسكالتري أن في العينين عندهم هايبرتنشن ساعات الأصوات بتتوقف عندهم أسكالتاتري جاب يبقى هنا في البالباتري يوجد عيبان ومميزة إنه بتقس سيستوليك بس العالي بس ورس أكرت وميزة واحدة مفيش توقف أصوات لأنه مفيش أصوات إنما الأسكالتاتري مثل سيستوليك وداستوليك هذه أول ميزة ومور أكرت بس فيها عيب إن فيها أسكالتاتري جاب طب نيجي بقى بالبالباتري تعمل إيه؟ للأوائل بص معايا بفضلك ناخد قريتين أنا حط إيدي على الريديا الارتري ثلاث صوابع على الريديا الارتري أصاد البون ثلاث صوابع لأربعة ولا اثنين لازم ثلاثة ثلاثة خلاص أهو أريد الارتري أما يبقى الضغط في الكف أعلى من الارتري مفيش بلس طب لما يبقى الضغط بتقعد تعل الضغط تعل الضغط أو قاسف الأول فيه بلس الأول فيه بلس تنفق 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 يختفي البلس يبقى إمتى البلس يختفي افهم لما الضغط في الكف يبقى أعلى من الارتري تاخد قرية أول ما يختفي تاخد قرية يبقى القرية دي فكر بذكاء البلس اختفى ليه؟ لأن الضغط في الكف أعلى قليلا من الارتري يبقى دي قرية إيه؟ طب بقى كده نقص الضغط نقص الضغط إمتى هيعاود الظهور لما الضغط في الكف يبقى أقل قليلا من الارتري فيمشي الدم فتحس البلس فعش كده خدنا قرية تانية يا أولاد لأن البلس هيختفي لما يبقى الكف أعلى من الارتري طب وهيرجع البلس لما يبقى الكف تحت الضغط في الارتري يبقى واحد أعلى قليلا والتانية أقل قليلا يبقى لو خط المتوسط يبقى القرية الصحيحة يبقى الزكاء يبقى أنت من قبل ما تنفق يقولنا كله ببط كله ببط الانفليشن انت طالع ببط والأهم انت نازل ببط أول ما يختفي البلس خد قرية كده تانية ليس كده مثلا لأن شكل صحيحة أحد الضغط في الكف أعلى من القرية يبقى أعلى قليلا وإراءة أقل قليلاً يبقى المتوسط هي القراءة الصحيحة ده للأوائل يوجد يبقى في البالباتريميسود بأخذ بنأخذ قراءتين A when the pulse disappears وانت بتنفخ و B when the pulse reappears فيبقى المتوسط هي القراءة الصحيحة وقلنا 3 fingers press against radial artery طيب نيجي بقى لسكالتاتريميسود سكالتاتريميسود بعد ما عرفت بالبلباتريميسود ان الضغط مثلاً 130 حل؟ يعني مرشادة قولت طبيعي 120 طلع الشخص بالبلباتريميسود ضغطه السيستوليك العالي ما هالبلباتريميسود بس 130 يبقى حالك ترفع الضغط فوق 130 للأسكال فقط ما ترفعهش لـ 200 انت بالبلباتريميسود بيقولك السيستوليك 130 يبقى رفع لـ 150 أو 160 واحد يقولي طب ليه مرفعش الآخر الجهاز لـ 200 أو أكثر شوية يا بابل عنها هيتقلم لو تقلم ده بيعلي الضغط انت خلاص عرفت ان السيستوليك 130 يبقى ترفع التونفخ لحد فوق 130 وبعدين تنزل أهم حاجة بايه؟ ببطء شديد فتعلم فن انك تنزل ببطء أول ما تسمع صوت يبقى هو ده استوليك وفي الشخص الطبيعي لما الأصوات تختفي يبقى ده استوليك حلوة كده؟ أول ما تسمع تبقى استوليك لما الأصوات تختفي يبقى ده استوليك للفكر مهم يا أولاد حاجتين انك انت تعمل ديفليشن بايه بقى؟ ببطء وتاني حاجة افتح ودنك التوقع انت بالبلباتري حسيت البلس عند كام؟ عند 130 في المسال اللي انا اخترته يبقى حضرتك متوقع متوقع الأصوات تعاود الظهور حوالين كام؟ يلا جاوبنا انت؟ يبقى عند 130 ما نقرب منها تبقى كلك أزان صغية لازل ببطء شديد وكلك أزان صغية حسنا عندما تسمع صوت يبقى ده استوليك يختفي الأصوات إنما حقيقة الأمر أننا نسمع خمس أصوات من اللي اكتشافهم راجل روسي اسمه كروتكوب ساونس أنا حفظة الأجيال بطريقة جميلة أو يعداد ساعات الاسم بقى صعب فأنا بقولها بطريقة لا تنسى فيه كورتي وفيه كروتكوب السنة الجاية في سنة تانية في الهيرنج هناخد كورتي فيه حاجة اسمها كورتي اللي هو الريسيبتر متاع الهيرنج السنة دي كنته اسمه كروتكوب فأفتكر كورتكوب عندما أقولك كان اسمها كورتكوب كورتكوب طبعا اسمها كوروتكوب فأخيرها إف فأنت لو بدأت الكلمة صحة بتطلع بالكلمة كوروتكوب 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 طبعا بنسمع يا أولاد حفظتها الأجانة طريقة لطيفة جدا الخامسة الاول كوروتكوب وبعدين يختفي يبقى فيه ميرمور بداله وهذه الثاني وبعدين يعاود كوروتكوب يرجع ثاني كوروتكوب وبمميزة رهيبة انه يتزاد في الانتنس وفجأة يدكريس وبعدين يختفي يسابير دول خمس أصوات طالب قال لي انت عندك طريقة تحفظ كل حاجة قالت له طبعا قالت له طب حفظهن قالت له حفظهن كوروتك هذه الخمس أصوات يبقى تاخد ثلاثة مع اثنين كوروتكوب تسكت شوية كوروتكوب ثاني دولها مع بعض الخمس أصوات كوروتكوب كلير مرمر كلير ديكريس ديكريس خمس ماذا تعلم خمس كلير مرمر كلير هذه أول تلاثة تلاثة كوروتكوب سم مرمر كلير متزايد ستاكد ثم تقفو تاكد 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 ويوم مذهل ستاكد يوم الاقتصاد أول روح كلها في الهواء الاستوليك او ادلت دورين اكسرسيز واحد يقول لي واحد هنقيس لأدلت هو بيعمل اكسرسيز ايوه هل فين ده قلت له هو بيعمل استرسيز تست مش ساعات واحد يقول لك هل رايح اعمل استرسيز تست يقعد يجري كده عسيره ويصوره الضغط ويعمل له جهاز الرسام القلب اهو ده اكسرسيز ادلت هنا لو استنيت لما الساون تختفي بتختفي عند عشرين او تراتين مفيش واحد ضغطه الدياستوليك الوقت عشرين او تراتين فبناخد الديكريس يبقى للأوائل اما يقول لك مين هما كرطوف ساونس اقول له كلير مرمار كلير ديكريس ديسابير فين استستوليك بفرس كلير ساوند فين الده استوليك الاوائل 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 اعتمد اذا استطاعت ادلت وهو الاغلب يبقى لما الصوت يختفي يسبير اذا استطاعت ادلت بيعمل استرسيز تست او تشايد اذا استطاعت ادلت بيعمل استرسيز تست او تشايد عنده ايبر كينيتك سيركوليش يبقى الحالتين اشترك ان ادلت بيجري على السير في بيعمل استرسيز تست او التشايد عنده ايبر كينيتك سيركوليش ما هي ها الاسواد تختفي متاخر خارس خالص فبناخد الدكريس تاني ياولاد اسئلة في الصميم اسمها ايه الساوند الراجل الروسي كان اسم اين كوروتكوف كلير مرمر كلير ديكريس ديسابير حلو اقول ايضا نتاني مع بعض مرة تاسعى كلير مرمر كلير ديكريس ديسابير طب يقول لك فين السيستوليك The first clear sound indicates السيستوليك للأوائل فين الديستوليك It depends If it's a resting adult Disappearance If it's exercising adult هم عندهم hyperkinetic circulation الأصوات ما بتختفيش بالسهولة ناخد الديكريس تمام يا أولاد؟ طيب هيسألك أسئلك القادمة في العمل لماذا لو ترفع الضغط فوق السيستوليك لا تسمع لديك لا تسمع لديك لأنني قفلت الأرض لذلك أسهل سؤال لماذا لو ترفع فوق السيستوليك لا تسمع لديك بين السيستوليك والديستوليك سمعت الكروتكوف الخمسة لماذا؟ كلمة واحدة سؤال في المالتبال هو هو اللي بدي أصوات لا تسمع لديك لذلك أصوات لماذا تنزب لأنه تحول من تيربلان فلو له للمينار فلو للمينار فلو سايلانت سايلانت لا تسمع لديك هنسألك سؤال متعلق بذلك لو حطيت السماعة على الإيد الثانية اللي لمعاليهاش جهاز الضغط لا يوجد جهاز الضغط لا تسمع لديك لأنه للمينار فلو للمينار فلو لا تريد السماعة لا تسمع لديك إصداد أن ما هو عيب الأسكالتاتري؟ عيب الأسكالتري أنه يوجد أسكالتري خاصة في الناس لديك هايبرتنشن ودول اللي نحب نقس لهم أساسا أساسا ميلي بيقس الضغط اللي عندهم هايبرتنشن إنت لو ما عندكش ضغط تقس كل قدين يبقل كل سنتين لقريبك والكبار في السن اللي ما عندوش ضغط ميش ميقس بيطعمره فيفاجأ أنه عندو ضغط ويجراله مصيبة كل سنتين خلاص؟ عندو ضغط ومزبطينه كويس كل سنة عندو ضغط مش متزبط كل اسبوع معلناش كلام طيب إيه بقى حكاية الأسكالتري جاب؟ في بعض الناس اللي عندهم هايبرتنشن الخطوط العرضية دي يا أولاد بتمثل الساونز فجأة الساونز تختفي فيه أسكالتري جاب ما فيش ساونز وبعين تعاود الظهور تاني يبقى ده الأسكالتري جاب موجودة في الناس اللي عندهم لا يعرفش المعلومة دي فحداك رفعت الضغط الليزر فوق الساونز لقيت البالباتري 130 فرفعت الضغط 150 ونزلت نزلت 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 أول صوت سمعت الساونز تختفي بعد شوية الأسوات اختفت مش اختفت لأنها اختفت لأنك دخلت في الجاب حداك لانك متعرفش لما لقيتها اختفت قلت بس هو ده ده استوليك في حين ده استوليك تحت هنا يبقى أي بالجاب؟ انها بتدي فولس هاي ده استوليك فولس هاي ده استوليك لو انت متعرفش ان في جاب او حاجة تانية حضرتك زي دكاترا الشاطرين اللي ما بيستخدموش البالباتري مثل اللي ما بيقسو بالاسكلتاتري بس انها العضاق وبتدي استوليك وده استوليك فهو ما عرفش فين استوليك بالبالباتري ان هو 130 وتعموك العين اللي عنده هاي برتنشان بقى استوليك بتاعه 190 فهو رفع دخل في الجاب على طول مفيش صوت قاعد ينزل ينزل قادي اول صوت سمع لانه ما عملش بالباتري مثل ما عرفش فين الريال استوليك دخل في الجاب اول صوت سمع هنا فقال مين ده بقى؟ ده استوليك فبقى ديتله فولس لو استوليك استوليك فوق هنا حضرتك دخلت في الجاب فاول صوت اعتقدت ان ده استوليك فديتلك فولس لو استوليك بقى ده استوليك فوق هناك طالب قال لي دكتور عندك طريقة تحفظنا بيها حيوب الجاب قلت له عندي طريقة حفظتها لاجيال من المتحدثين بالعربية وامرهم من نسوها في عربيتنا المريض يسمي السيستوليك ايه؟ يقول لك الضغط العالي 120 والواطي الدياستوليك يسمو الواطي 80 عيب المسكلتات ريجاب انها بتدي فولس هاي داستوليك أو فولس لو استوليك اقولها بقى بطريقتي بتخلي الواطي عالي فولس هاي داستوليك الواطي بتخليه عالي داستوليك الواطي بقى عالي والعالي واطي فولس لو استوليك فعيب الأسكالتات ريجاب من غير ما تشرح للممتحن دا كله تقول له انها بتخلي العالي واطي والواطي عالي آه يا الزمن تقولها من غير آه يا زمن يبقى عيب الأسكالتات ريجاب إنها تخلي الواطع العالي والعالي واطي ، آه يا زمن وراء الإسكالات الأولاد العبها أنها تخلي فولس لايستوليك اللعني يحتوي على نفس الواطع ده الواطي ، الواطع عالي والسيستوليك العالي بتديني فولس له سيستوليك عندما تسطق حضرتك والبالباتريمثلين ونزل ببطء ، لا يحصل بهم أنا وعدتكم أعلمكم حاجة حلوة وانتو بتتعلموا قياس الضغط على الامتهى لأجيال يا أولاد عدرتك النهاردة وانت بتقيس الضغط لأخوك أو والدك أو أي حاجة قوله بس ساعدني في أول مرة عشان لسه بطمرة انت تقوله كده يقولك ساعدك ازاي انت أهم حاجة قلت الديفليشن ببطء بس انت مش عارف ساعات لانت لسه مش خبير في السمع مش عارف الصوت ابتدى قوله ساعدني هيساعدك ازاي قوله اول ما تحس البلس هو يحس مش حاطة ايده مش طريقة حسية هو اول ما انت بتوصل الستوليك والبس اللي يفتح هو بيحس نبضات في ايده قوله اول ما تحس ان الارت بينبط تحت الجهاز قولي خد قراءة وشوفها متطبقة مع اللي اسمعته يبقى انت بتقيس صح قوله اول ما تحس النبضات وقفت قولي اول ما تقول قوله ركز معايا يبقى داد دا يستوليك اولوكو حاجة لطيفة مزدبر العلم ساعات يجي لي واحد قريبي يقولي تعالى ايسلي الضغط اروح ايسه الضغط بقاني يقولي انا ما عنديش حد يقسلي وببهد لعض اطلب حد ويجي اقوله بص انا علمك طريقة سهلة جدا انت مش محتاج سماعة خالص حط الكاف وانفق ارفع ونزل تاني بس اهم حاجة تتعلم ايه تنزل ببط سلو ديفليشي التكة كلها في السلو ديفليشي وبص على الميركري منومتر وخلي حواسك مع ايدك اول ما تحس النبض في ايدك يبقى دا سيستوليك اول ما النبض يختفي يبقى دا سيستوليك فعلمت قريبي اللي هم مش اطباء خالص ما بقولش دا قياس دقيق ياولاد ما بقولش كل الناس تعمل كده دكتور ناجي ما قالش كده ابدا بقول الحاجة ام الاختراع انا بقى ساعدتك بيها بطريقة خلي والدك يساعدك والدك لوقت يحسن منك انت لسه مخدتش على الاسواب يبقى اول حاجة نعمل سلو ديفليشي وقوله اول ما يبدأ النبض قولي فانت هو قالك وانت سمعت اه يبقى هو دا السمع اللي بيحصل مع البالس دا سستوليك وقوله اول ما النبض يقف قولي هتلاقي الاسوات اختفت في الروستنج طريقة حلوة بعلمتك حاجتين في القياس تبتدي بيهم بتقعدوا النهاردة اهم حاجة الاسلو ايه ديفليشن العمود ينزل ببطء شديد عشان انت بتعمل كوردنيشن لللي بتسمعه او بتحسه مع القراءة وتقول لاخوك او والدك يساعدك بتحس النبض قولي هتبقى انت سامع في نفس الوقت مش بالزبط بفرق خمسة ما لهمش قيمة بين يبينك خلص يعني محدش حتى بالدقة بيجيب فروق خمسة يبقى انت عرفت فنستوليك لما النبض يقف احنا اتنين جنا مع بعض النبض وقف انت مسامع يبقى انت تعلمت القياس الصحي وانا بعملها مع قريبي اللي هم غلابة ما عندهمش حد يجيس لهم بقول لهم تراس مي طريقة دي مش فري اكرت بس كوسة جدا تسعين في المائة اكرت خلاص ده الفكرة ولد طيب نقول باشيات حاجات الاوائل فالاول مرة تقيس الضغط العيان لازم تقيسه ببوث ارمز يعني في اليد اليمين والشمال لو العام جايلك العادة اول مرة هيقيس الضغط لا تقس في ايد واحدة لازم في الادتاني وتكتب نوت انك هتقيس في الضغط الاعلى تقس في الضغط الاعلى يعني لو قس في اليمين والشمال لقيت اليمين اعلى شوية طيب ما فكر معي نيجي بقى الغباوة السؤالي بسئوله ركو الجاوب غباوة هو الريت بريكل ارتي وليفت بريكل ارتي ده بياخد من اي بنتكل ولا من اي بنتكل نيجي الغباوة الاثنين من ليفت بنتكل مش عاوز غباوة مش الليفت بالليفت والريت من الريت الليفت بنتكل بيدوك فيهم هم الاثنين يبقى مفروض الضغط فيهم هم اثنين يبقى ايه؟ زي بعض معنى انه واحد طلع اعلى من الثاني يبقى فكر فكر بزكاء يبقى الثاني اقل ازاي والمضخة واحدة يبقى مئة مئة فيه انسداد يبقى ما ينفعش يتقاس فيه يبقى تكتب نوت وتقول للعام بتاعك ذكرني كل مرة الارت اللقيس فيه اللي هو اليمين لانه ده اللي طلع اعلى شوية يبقى ثاني الليفت بنتكل بيدخ في الاتنين مش عاوز غباوة مش الليفت في الليفت والرايت بنتكل في الرايت بريك الغباوات ما بحبهاش ا植اسه او مرة في الاثنين اللى اعلى هو في معظم الناس هيطلع طول يبقى تأتي بما يحصول الاقل 8 سلح الي هت vereو ميريد اعلى قليلا اسats اول إتعلم عنه هو هذاFOction لا تطلع اطالع اخرى. الكثير من البات يملسك إ Bilpetrius skeletatrius breast مراتين وكل واحدة فيهم. لو طلع القرائتين كلوز يبقى خلاص حلو كده. لا انا قاسب نسيت واحدة. اجنور الفيرست ريدين. او القرائة دي متاخدهاش ابدا دي غالبا غلط. غلطة مشهورة جدا عند الاطباء. الفيرست ريدينج بيبقى نفسه بيهيب القياس ومش عارف ايلا هيحصل الدكتورنا بإيس ازاي هتوجعه ومش هتوجعه هيطلع ايه؟ اول قرائة اجنورت الفيرست. واخد بعد اول قرائة اجنورت إيس مرتين كل مرة بطريقتين. لو طلعوا القرائتين متقربين يبقى دي قرائة صحيحة تسكيها. لو طلعوا القرائتين بعاد عن بعض شوية عدد واحدة منهم بثيرد ريدينج بقرائة ثالثة. لو كان البالس الرجولر يعني غير منتزم. البالس غير منتزم اولاد. لو كان البالس الرجولر يعني على مسافات متساوية. اللحمر واللزع ده معناها فيه ضربة جاب بدري شوية ده اللحمر وضربة تأخرت لها اللزع. لو البالس غير منتزم الضربة اللي بتيجي بدري شوية. يبقى الهارت ملحقش يملى. يبقى الملاش كويس لانها جاد بدري. ملحقش يملى. يبقى هيدوخ كمية ليلة. يبقى الضغط يطلع عواطي جدا. طب والبالس اللي اتأخر عن معاده زي اللون لزع هنا. يبقى مالت اكثر مما ينبغي. يبقى هيدوخ كمية اكثر مما ينبغي. يبقى الضغط يطلع اكثر مما ينبغي. يبقى ايه اكثر حاجة يا اولاد تبوز قياس الضغط. افتح ودك. الريجولار بالس. الريجولار بالس. بالس غير منتزم. فالو انا بعمل بل باتريماثل. لاحظت. لاحظت. ان الضغط غير منتزم. لازم بعد اول واحدة اللي بأجنورت. عايس اربع مرات. بعد اول مرة اللي بأجنورت. عايس كم مرة؟ اربع مرات. يبقى دا يا اولاد اهو. في الفرست تايم. بأشوف بوث اربز. تقيس في اليمين والشمال. وهتاخد اني واحدة. الاعلى. استيك للأعلى. ليه يا اولاد لان الاوطى. مش هي الصح. لان الليفت منتك اللي بيدخ فيهم هما الاثنين. فالاوطى اعلى بديل صح. اوطى اوطى ليه؟ هي ليه اوطى. معنا البومب واحدة. لان فيها انسدات في السكة. يعني ما تنفعش. يبقى دا. فاول مرة العايس بغطة في حياته. نقيس في الطو ارتز. ونستيك للهائة. طيب. ثاني قاعدة. فاول مرة اتترياء العايس. كل مرة يدよね لعطى اائس خاص. ونفهمنا نقيس في اليمين ليه اهلا. إذا كانت ايمين هي الاعلى. في المثال المثال. اول اياس ونخدوش خالص. اقنوا. مخدوش. وبعدين. اعطى اياسين لو لقدتهم زي بعط. مخدوش. هو المجمم. انسك ليس صح. لانه سوئ. انسك ليس اخر. طيب. وفي كل مرة عايس فألباتريوس كان باتريه. لو لقيت الارياتين مختلفين عن بعض عشرين لا في حاجة غلط مثلا يبقى عدد واحدة فيهم بان انا اخد ارية ثالثة اذا طرعوا اتنين نوت كنوز تيك ثيرد ريدينج طب لو انا بعمل بالباترو مثلا لقيت البالس غير منتظم باخد كم اراء يا ولات بقيس اربع مرات اربع مرات كل مرة بالباترو دين اسكلتاتي يرجحواнитеوا اجابكم جميله جدا طبما لا لقيتك قديما أمر واحدة في الحياة وان في اول مرة بدون الن ceremony إجنور الأولانية وتأخذ الاثنين اللي بعدهم لو كانوا مش متسابقين يبقى تاخد ثلاثة لو كان الفلس الريجولار يبقى أربعة فهمتك ليه لما يبقى الريجولار بيبقى لخبط الضغط لأنه لو القلب ضرب بدري شوية مرحيش يملة يبقى مملاش كتير ضخ قليل يبقى الضغط قليل لو القلب تأخر شوية مهي الريجولار يبقى قعب مدة طويلة يملة ملع أكتر مما ينبغي يبقى ضخ أكتر مما ينبغي يبقى الضغط يطلع أعلى يبقى أكتر حاجة تبوز الضغط الريجولار بيبقى تمام يا أولاد؟ حتى تفادوا هذا الكلام يا أولاد حاجة وطيفة جدا أن كل أجهزة النهاردة تجنور الأجهزة التي لا تسماعها الطريقة التقليدية الأجهزة الحديثة جدا تجنور أول إراءة وعارف أن تأخذ كم إراءة حتى تأخذ المتوصف ستة إراءات ولكن لا تقولوا الكلام ستة إراءات أنا أولاد كده أعتقد أننا كفاء علينا قلنا الديفينيشنز والفاكتورز والمجرمنت يبقى فضل لنا نقطتين ريجوليشن والهايبرتينشن سنقولهم المرة الجاية بإذن الله ولكن في النهاية أوداد أريد أن أقولكم حاجة أتمنى أولا شكرا على وقتكم وأتمنى أن أكون أفدتكم واسمعوا ده أكتر مرة لأنه موضوع مهم جدا أرتير باق بريشة ومرة أخرى أنتوا أعرفتوا أننا غيرنا من محاضرات الفسولوجي المجانية إلى محاضرات الفسولوجي لصالح أطفال السرطان فأنا أعود أقولكم حاجة قبل ما أقفل أن من أكتر المقولات التي تأثرت بها في حياتي هي ما استحق أن يولد من عاش لنفسه وعليه يا أولاد فلا أستطيع أن أتصور أن يحيا وينعم أي إنسان مننا بكل مشتهات الغذاء تاركا أخيه الإنسان يموت لمشقة في الحصول على أساسيات الدواء مش متصورها دي إزاي نتمتع إحنا بمشتهات الغذاء ونقعد نشتري حاجات غالية ومستخصرين نعمل مكالمة بخمسة جنيه هتبقى أساس في علاج طفل وبقول يقولون أن الصاب يحتاج إلى طماع وأنا أقول والمعطي يحتاج إلى محتاج وأقول لكم يا أولاد إن العطاء فضيلة لابد أن نتعلمها صغارا حتى نشب عليها كبارا العطاء دا لازم لوحد يتعلمه من هو صغير يا ابنه يدي يدي بحيث لما يكبر يدي بسهولة أكتر صدقون يا أولاد نحن نحتاج إليهم إلى هؤلاء الأطفال مرضى السرطان أكثر مما يحتاجون هم إلينا نحن نعطيهم ما قد يفدهم في الحياة زائلة أما هم فاهبون ما لا غنة لنا عنه في الحياة الباقية فأربوكم أربوكم لا تؤجل عمر الخير إلى بعد حين فنحن لا نضمن أن ندرك ذلك الحين صدقوني نحن نحتاج إليهم أكثر مما يحتاجون هم إلينا نحن نعطيهم ما قد يفدهم في حياة زائلة أما هم فاهبون ما لا غنة لنا عنه في الحياة الباقية أربوكم حاولوا تعلم العطاء أنت صغير لازم العطاء دا هبة ما استحق أن يولد من عاش لنفسه أنا آسف يا أولاد إذا كنت أسقلت عليكم بهذه الكلمات وأرجو محدش يزعل مني بس أي فيل وهابة مشا مهمة لابد أن ننجزها في هذه الحياة وهنفكر في الآخرين شكرا وأسعد اللهم سعاكم وألقاكم قريبا بإذن الله شكرا 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 شكرا